اشتركوا في القناة اما ثلثه الثاني فتشكله الاورام الدبقية وينجم الثلثة الاخيرة من اصل غير دبقي اي ان كل نوع الثلث تقريبا تمام يا جماعة الشي اللي بهمنا انه لازم نعرف بعض الشغلات الاساسية باورام الدماغ اورام الدماغ السليمة البنائن ولها حدود وحواف واضحة وهي اورام غير سرطانية غير سرطانية لا تغزو الأنسجة المجاورة ولا تنتقد لباقي انحاء الجسم لكن تعتبر آفة شاغلة للحيز يمكن ان تضغط على مراكز حساسة في الدماغ وتسبب مشاكل خطرة جدا اورام الدماغ الخبيثة هي سرطانات الدماغ اكثر خطورة مهددة للحياة في اغلب الحالات تغزو الأنسجة السليمة ويمكن ان تتشر الاجزاء اخرى من الدماغ ونخاع الشوكي بس الشي اللعب بحكيه هو الهام لعني في عنا هون شيء هام هو الورام اللي في العصبي هذا خضرتكم اذا درستوا داخلية او درستوا اطفال او درستوا جراحة بتكونوا تشوفوه واذا حدا منكم قدم فحص اجنبي دع من الامتحانات البورد وامتحانات التخرج امتحانات تخصص بتركز على هاي الاورام وبتجيب مننا كتير النيوروفيبرامتوسيس تايب 1 سببه طفرة في جين النيوروفيبرامتوسيس تايب 1 بيتظاهر بشكل بقع قهو بحليب على الجلد يترافق مع ورم دبقي في العصب البصري بالاضافة لأورام سحائية النمط الثاني بيتظاهر ببقع قهو بحليب في ورم عصب سمعي ثناء الجانب على حساب خلايا شوان شوانوما مزدوج غالبا متلازم الدفون هيبلينداو قد تسبب هيمانجيومو بلاستومي على مستوى المخيخ بالنسبة لأمتلازمت جرولين أهم الأورام العصبية المرافقة لها هو الورم الأرومي النخاعي وهي ليست شائعة الشيء الهام هو أعراض علامات أورام الدماغ لازم هدون نعرفهم تنتج الأعراض عن آلية ضغاطية لعصب أو جزء من الدماغ حسب مكان المتأثر حسب حجمه وموقعه ونوعه يمكن يصير صداع قثيان وإقياء اضطراب في الكلام الرؤية والسمع خلل في المشي والتوازن خلل في الذاكرة تقلص عضلي اختلاجات أو تشنجات حس النخز والنمل في الأطراف تغيرات في الشخصية عدم القدرة على التركيز مع تغيرات المزاج الصداع ما هي ميزات الصداع المترافق مع أورام الدماغ؟ غثيان وقياء نافوري وذمة حليمة عصب بصري علامات عصبية بؤرية موتوطعة أو موضع الصداع من كتر موش شديد يوقف المريض من النوم صيرت ساعة ثلاثة أربعة الصبح بفيق الصبح المريض عنده وضع سيء كتير صداع شديد بعكس المريض اللي ما عنده ورم ويتقيق غالبا ويثار الصداع بتغيرات الوضعية والسعال ومارسة الرياضة وذمة حليمة العصب بصري تحدث بسبب ارتفاع توتر داخل القحف وتنظير قاع الرعين هو بيثبتها حاليا قلت مشاهدتها بسبب تشخيص مبكر الأورام ولكن نحن بنبحث عنها دائما هون قرص بصري سليم الحليمة العصب بصري واضحة الحواف هون رايحة الحواف القرص البصري الحليمة العصب بصري متوذمة كيف نشخص أورام الدماغ؟ قصة سريرية فحص سريري غريمة رذيسة طبقي محوري تصوير ضليل وخزعة نادر جدا هذا الشيء هو الهام بأورام الدماغ لأنه هذا الشيء اللي بهم نحن كطبيب عام بهمك هذا الشيء عن أورام الدماغ وباقي الأشياء تميل لأن تكون تخصصية أكثر إذا حد عنده سؤال من الشيء اللي أنا طرحته فليتفضل فليتفضل إذن زملاء هل يوجد سؤال من حضرتكم؟ الله يزيك الخير يا حكيم يعطيك ألف ألف عافية مشكور كتير الله عافية دكتور مصطفى أنت وجميع الأخوة والزملاء إن شاء الله إذن فقط هذه الأمور هي المطلوبة والتركيز على الأمور الشائعة في طب الأمراض العصبية ليست الأمور بالمستوى التعجيزي أن يكون الطبيب فاهماً للآلية المرضية فاهماً للأعراض والتشخيص فاهماً للتصنيف العام وبالتوفيق لجميع الزملاء والزميلات إذا ما عندكم أي سؤال ممكنين المحاضرة ونستبدعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائع وبالتوفيق التام ديروا باكم ونحا لكم درسوا منيح لا تسهروا لا تسهروا كتير صلوا العشاء وناموا ثم فيقوا قبل الفجر وتابعوا دراستكم عنكم سؤال أو استفسار مرة ثانية زملاء أو زميلات إذن لا يوجد أي سؤال شكراً جزيلاً لكم إذا عندكم أي سؤال أو استفسار خطر بباركم أثناء الدراسة بإمكانكم التواصل مع الدكتور زميلكم دكتور حمد دبس ممكن نعمل لقاء مشان بعض الأسئلة لإجابة عليها وأعتقد أن معظم الأسئلة أو معظم المحاضرات واضحة ولكن إذا كان في أي سؤال بإمكاننا نجيب عليه إن شاء الله حتى لو كان لاحقاً إمت مادة العصبية قررت عندكم أول مرة أول مرة أربطاعش 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 واحد طيب شكراً جزيلاً لكم بالتوفيق التام إن شاء الله دكتور بس نموذج الأسئلة سوء شو نموذج الأسئلة رح يكون خيار من متعدد خيار من متعدد صعب نعم شلون يعني خيار واحد إجابة واحد نعم خيار واحد من متعدد يعني واحد من خمسة نحن عندنا حكيم خيار متعدد أكثر من إيجابة بتختار يعني لا 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 أميل لهذا النمط أبداً إجابة وحيدة اختر الإجابة الوحيدة يعني الصحة والخطأ يعني تكتب لنا سيكون واضح في ناس سؤال مثلاً أيوة نعم كل ما يلي صحيح ما عدا وحدي غلط كل ما لي خطأ مع عارفه صحيح أو مثلاً مثلاً أليه تعمل ليفو دوبى مثلاً كده أليه تعمل فلي بروات Shell كده كون واضح يعني الجواب إن شاء الله تمام دكتور في قصة سريرة نعم في قصة سريرة ضمن الأسئلة نعم يوجد قصة سريرة بعض القصة السرية طبعاً لابد من وجودها باعتبار حضركم سنة خامسة والله أنا لا أميل إلى أن تكون الأسئلة سهلة ولا صعبة وإنما تكون بالمستوى المطلوب المناسب لطلاب السنة الخامسة بحيث تستفيدون من الأسئلة في حياتكم المستقبلية إن شاء الله وتستفيدون منها أيضاً في دراستكم والطالب الدارس أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق له والجميع للجميع اللي يدرسوا بشكل جيد الأسئلة تحتاج إلى دراسة وأنا لست من النوع الذي يكرر الأسئلة حقيقة الأمر بشأن تعرفوا يعني أسئل دورات ما فيه لكن الأسئلة كما يقال يعني مناسبة للمنهج مناسبة لمستواكم مناسبة بنور الله يعني أي استفسار آخر جملاء إذن شكراً جزيلاً لكم لا يوجد أي استفسار تصبحنا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته